مرحبا ضج خبر الثنائي الأشهر مواقع التواصل الاجتماعي لما من جديد رفضت السيد الأولى ميلانيا ترامب أن تمسك إيد زوجها وأكيد هالمشاهد ما بتمرق مرور الكرام على ناشطين تويتر فبعد أول مرة صارت على السجاد الأحمر بيتا الأبيب تكرر المشهد وقت نزولهم من الطيارة والتعليقات انهالت على السوشال ميديا حيث تكتر شبهوا علاقة ترامب وميلانيا بباراك وميشيل أوباما يلي كانت مختلفة تماما إذا كنتوا من المستخدمين يلي بينشروا كتير صور على موقع انستجرام وبيرجعوا بيحثفون بعد فترة صار بإمكانكم إخفاءوا بالأرشيف بوست أو الأرشيف يلي بها الشكل وأكيد بلا ما حدا يقدر يشوفون أما سنابشات فأطلق الكوستم ستوريز يلي بتخوي للمستخدمين من نشر صور بتتشارك بنشرة مجموعة من الأشخاص بستوري وحدة خلال حدث معين هالميزة بتصبح للمستخدمين بالحصول على كل الصور يلي أخدوها خلال تواجدهم سوا من دون ما يضطروا لاحقا أنه يطلبوا من الآخرين يبعطوا لنياهون وفيسبوك أضاف أيضا ميزة جديدة على اللايف ستريم وهي مشاركة البث المباشر مع مستخدم آخر يعني مثل الفيديو كول بس بث مباشر بيشوفوه كل المتابعين نشرت والد الطفل بيبلغ من العمر ست سنوات فيديو على فيسبوك عم بيحكي فيه طفلة عن القتل واستخدام السلاح يلي بحسب مقال أنه عم بيشوف كتير منه وبيقول فيه أنه هو صار خايف يموت من وراء كل القتل يلي عم بيصير هالفيديو انتشر بسرعة كتير كبيرة من وقت نشره وحصل على نسبة مشاهدة عالية منشوف مقطع منه سوا الناس يجب أن توقفوا لنهاية أخبارنا يلي فيكن اتبعونا على صفحة تراندز على فيسبوك وفيكن اتبعونا على صفحاتي على فيسبوك انستجرام وتويتر لأونا بكرة بين الشر جيدة